أنا في موقع الآن تشرفت بأن أكون في موقع الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني حاجد هذه هي الدورة الثانية التي أنتخب فيها من قبل مؤتمر الحزب وبالضرورة في برنامج للحزب أنا يعني نشاطاتي السياسية كلها والاجتماعية تكون بناء على هذا البرنامج وهي نشاطات ممتدة في مجمل القضايا السياسية والاجتماعية أيضا لأن هذه قضايا متشابكة يعني متداخلة ولا يمكن الفصل بينها على سبيل المثال القضايا الاقتصادية والمعيشية ثم تأتي قضايا تتعلق بالمرأة مثلا قضايا تتعلق باليعني قضايا اجتماعية بشكل عام فالبرنامج يعني برنامج الحزب له عدة محاور وهو متداخل وكل له كل محور له آلياته وهيكليته وإله يعني أفقه وبناء على يعني أنا أعمل في هذا النطاق طبعا بالضرورة نحن نعمل جنبا إلى جنب مع الأحزاب الوطنية الأخرى في هناك هيئة يسمى هيئة ائتلاف الأحزاب السياسية اليسارية والقومية نحن حزبنا جزء منها نأمثل الحزب في هذا المدمار كذلك في مجالات أخرى مؤسسات مدنية كثيرة أنا أشارك فيها كتاب مرأة ومراكز دراسات أشارك فيه أنشطتها عندما يطلب مني ذلك الخارطة الحزبية في الأردن خارطة واسعة وضيقة بنفس الوقت هي يعني بمعنى تضم عشرات الأحزاب السياسية المسجلة رسميا يعني عددها يفوق الخمسين حزبا وفي هناك أحزاب كما تفضلتي أحزاب تاريخية يعني لها تاريخ طويل وعريق وإلى آخر وممتد في البلاد وفي هناك أحزاب حديثة العهد نشأت بعد إلغاء الأحكام العرفية بعد 92 وكل الاحترام لجميع هذه الأحزاب ولكل الجهود المبذولة لجميع الأحزاب قديمها وجديدها تقييم عمل هذه الأحزاب وتقييم آثارها يعني يمكن أن يتحدد من خلال قاعدتين القاعدة الأولى هي في مدى قبول الناس لبرنامج هذه الأحزاب وتفاعلهم مع هذه البرامج هذه أداة قياس أداة قياس أخرى هي الأطر القانونية التي تؤطر عمل الأحزاب السياسية بمعنى قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات النيابية هذه الأطر القانونية مهمة جدا جدا أيضا إضافة للثاني وبناء عليه أقول أنه تتباين تأثيرات هذه الأحزاب في المجتمع الأردني وفي أوساط الفئات الاجتماعية المختلفة كلهم وفق رؤاها السياسية كلهم وفق درجة تأثير آليات عملها الداخلية ودرجة وإمكانية تواصلها مع الناس قدرتها على إيصال برنامجها وفكرها ويعني رؤاها لمختلف الفئات الاجتماعية التي تدافع عنها نحن على سبيل المثال أحزاب يسارية نضع عيوننا دائما الدفاع عن مصالح الفقراء والفئات المتوسطة دائما وكل ما يمس هذه الفئات الاجتماعية نتصدى للدفاع عنه ونتصدى للدفاع عنه بطرق مختلفة مباشرة من خلال النقبات مثلا تشجيع يعني هذه الفئات على العمل الجماعي المنظم من خلال النقبات من خلال المؤسسات وتوعيتها بالضرورة التواصل معها وهكذا ربما أحزاب أخرى لها منظور آخر ولكن كله يأتي في إطار الحفاظ على القضايا الوطنية الأردنية العليا أو المصالح الوطنية الأردنية العليا هذا مهم جدا جدا وهون يعني لا يتوقف الأمر عند دور الأحزاب السياسية فقط وإنما كل مؤسسات المدنية لها حصة كبيرة وحيز كبير في الدفاع عن مصالح الوطن في هذا الظرف الدقيق جدا الذي يمر في الأردن هذا موضوع يعتمد على مسألتين لا تنسي أن حزبية أولا وأخيرا يعتمد على قانون الانتخابات النيابية بأي اتجاه سيتم تعديله رقم واحد رقم اثنين يعتمد على قرار الحزب السياسي نحن طالبنا منذ البداية ولازلنا نطالب بأن القانون يعتمد على قوائم قائمة الوطن والتمثيل النسبي الشامل هذا ما نطالب به ونعتقد بأن هذا من شأنه أن يفرز برلمانا تمثيليا واسعا وبرلمانا سياسيا يمكن أن يؤدي أدوار وطنية أفضل كثيرا من قانون الصوت الواحد لذلك تجربة قائمة على مستوى الوطن أعتقد أن الأردن باستثناء الدورة 17 لم يجرب هذا سوى مرة واحدة وكانت نسبة قائمة الوطن في القانون 18% فقط من مجموع أعضاء مجلس النوام هذه نسبة ليست كافية وأعتقد أنه إذا ما اعتمد الأردن دائرة وطنية واحدة فهذا هو طموحنا الكبير نحن بذات الوقت قدمنا اقتراح مرحلي أن تعتمد الحكومة ثم البرلمان نظام يقوم على نصف مقاعد البرلمان تنتخب على أساس قائمة وطنية قائمة وطن والنصف الآخر يعني تراعي مكونات الأخرى في المجتمع الأردن والآخرين نعم لكن هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة من الصعب جدا أن تتقدم الحياة السياسية دون اعتماد التمثيل النسبي الشامل وقائمة على مستوى الوطن لماذا؟ لأن قائمة الوطن ترتبط مباشرة ببرنامج وطني شامل ترتبط مباشرة بإمكانية التمثيل على أساس هذا البرنامج وليس على أسس في أوية أخرى من شأنه أن يعكس نفسه على شخصية أي برلمان قادم باتجاه أكثر بالضرورة أكثر إيجابية تكون فيه كتل سياسية كتل سياسية تتصارع على أساس برامجي نعم وتعرف بالضبط ما الذي تريده وهكذا هذه من شأنها أن تزيد يعني ترمم العلاقة بين المجتمع الأردني ومؤسساته التشريعية هذه علاقة متصدعة جدا وتثل المجلس في كل شيء ليس فقط في النقاشات وفي النتائج كمان طبيعة القوانين والقرارات التي اتخذها البرلمان يعني مهم جدا أن ننظر لهذا المجتمع الأردني مليء بالمكونات الجادة ويعيقوا أنه لا يوجد قانون من شأنه أن يشكل قاعدة رئيسية من أجل أن يأتي هؤلاء إلى البرلمان قاعدة انتخابية قاعدة ديمقراطية هذه المشكلة هذه المشكلة القانون القوانين التي مرت علينا كلها يعني منحازة تماما لكبار الرأسماليين ومنحازة للقوى الاجتماعية النافذة مش كل القوى الاجتماعية القوى الاجتماعية النافذة طيب في هذه الحالة شيء طبيعي أن يكون البرلمان ممثلا لهذه الفئات دون غيرها فأين التمثيل لبقية الفئات نحن نريد أن يكون هذا برلمان للشعب ومن أجل الشعب لذلك يجب أن يكون ممثلا لكل مكونات الشعب دون استثناء القانون وحده هو الذي يعطي هذه الفرصة يعطي فرصة من أجل أن تأتي مكونات الشعب كلها للبرلمان وتتصارع سلميا فيما بينها تحت القب وليس في أي مكان شوف أنا لا أوافق أن المجتمع يتلوث بكامل يعني لا أوافق على أن يكون في هناك توصيف مطلق لا لهذا لكن في هناك فساد مالي حصل نعم هذا صحيح وأعتقد جازمة أن هذه ليست من سمات ولا شيام المجتمع الأردني قطعة إلى أنه في عدة ظروف تكالبت كلها من أجل أن تدفع الأمور بهذا الاتجاه تحديدا عند شرائح معينة من الفقراء لذلك إذا ما كان هناك قانون من شأنه أن يصوب هذه الأوضاع أنا واثقة أن المجتمع الأردني سيستقبل هذا بكل ترحاب أنا متأكدة لأنه حتى الفساد المالي أثناء الانتخابات لا يحل مشاكل الفقراء يعني هو يحل مشكلات ربما مؤقتة وسريعة ولا يحل مشاكل وأنا واثقة أن المجتمع الأردني عندما يرى ويتأكد أن هناك من يمثله ويذود عن رأيه ويدافع عن رأيه بقوانين عادلة سيستغني عن هذه الرشاوة الصغيرة أنا متأكدة ولأنه يعني الخير كله نعم في هذا المجتمع والمجتمع الأردني يتجرب مش لأول مرة بتجرب مجتمع الأردني خير وفيه كثير من عناصر الخير وبالتالي يعني إحنا عندما نمد له اليد الفضلة من المؤكد أنه سيستجيب لهذا نعم هي تحالف انتخابي وأصدرنا بيانا بعد نتائج الانتخابات قلنا في هذا البيان لا علاقة لنا بالمواقف التي يمكن أن يتخذها أي شخص فاز من هذه القائمة في ذات الوقت نحن نحرص كحزب أن تكون لنا صلاة دائمة مع البرلمان مع اللجان الاختصاص مع قيادة البرلمان مع برلمانيين أفراد نحن حرصين جدا مع الكتل نحن حرصين جدا على دوام واتصال هذه العلاقة نحن حزب سياسي ما في هناك كان تحالف انتخابي والجميع يعرف أنه تحالف انتخابي رغم أنه كان في برنامج سياسي والكل في القائمة موافقين عليه لكنه كان تحالفا انتخابي القانون فرض هذا النمط من التحالفات على الجميع القانون سيء جدا جدا سيء وهو الذي فرض هذا النمط من التحالفات ولهذا السبب نحن نؤكد على محترامي للجميع وأنا أقول الجميع أبناء هذا الوطن والجميع يحق له أن يكون يرشح نفسه وأن يكون تحت قبة البرلمان أنا ملاحظتي تمس القانون ولا تمس أي أشخاص على الإطلاق لكن في هناك أصحاب اتجاهات وأصحاب اتجاهات أخرى في تنوع هنا وفي تنوع سياسي يعني نحن توافقنا في القائمة الانتخابية على برنامج وهذا ما كان يجمعنا خلال فترة الانتخابات والبرنامج نحن الذين وضعنا برنامج السياسي نحن الذين وضعنا وطبع ووزع على الجميع وكنا نتكلم بهذه اللغة في كل المهرجانات وفي كل اللقاءات الصحفية يعني لغتنا وخطابنا لم يتغير أبدا أبدا هلأ المهم في الموضوع الآن أنه إحنا بنطالب لهذا السبب عندما رأى الناس جميعا نتائج هذه الانتخابات تحديدا هذا حصل على مستوى الأردن كلها كل القوائم في الأردن لم تكن هناك معظم القوائم كانت غير مستقرة ومعظمها يعني يعني الجمهور لم يصوت لكامل أعضاء القائمة الجمهور صوت لبعض أعضاء القائمة يعني أعيد إنتاج الصوت الواحد مرة أخرى أحرارهم طبعا بس أعيد إنتاج الصوت الواحد مرة أخرى من خلال قائمة إذن هذا التفاف على القائمة الوطنية التي نطالب بها أو القائمة النسبية التي نطالب بها أنا يعني خلال تجربتي في البرلمان لم أتعرض لأي ضغط هذا بحب يعني أنا من عندي كنت دائما ألتزم بما يقرره الحزب وبالاتجاه العام للقوى الوطنية الحزبية هذا مؤكد لم يحدث معي هذا التداخل لكن ربما كان هذا يحدث مع آخرين من خلال السلطة التنفيذية وأعتقد بأنه أنا الأوان للفصل بين السلطات الفصل التام بين السلطات حسب ما ينص عليه الدستور هذا لا تقوله أنت ولا أقوله أنا هذا منصوص عليه في الدستور وبالتالي دائما البرلمان يحظى بثقة الشعب كلما كان قراره مستقلا هذا مهم جدا جدا يعني هو عنده قنواته من أجل نقد الحكومة من أجل يعني التعامل مع الحكومة عنده أدواته أو أدواته منصوص عليها في القانون ومنصوص عليها في الدستور ومنصوص عليها في نظامه في نظام داخلي إذن يعني عنده كل الأدوات التي تجعل منه التي يمكن أن يستند عليها من أجل أن تجعل منه يعني شخصية أو هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية لكن جميعنا يعرف أنه في هناك هيمنة كبيرة من السلطة التنفيذية على البرلمان أولا أود أن أشير أنه يعني الأوراق النقاشية التي طرحت منذ بودئة بطرحها يعني لم يجري التعامل معها بصيغة تنفيذية لدى أي من السلطات لا تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية لم يجري التعامل معها فقط من خلال وسائل الإعلام نقاشا وتداولا ونشرا إلى آخر حسنا لكن ما هو موجود فيها كان يستحق النظر إليه كتوجهات إصلاحية وترجمته في إطار خطة إصلاح هذا لم يحدث والمسؤول عنه كل السلطات دون استثناء دون استثناء ولأنه في الواقع عندما يعني يأتي رأس الدولة ويقدم مثل هذه الرؤية كان يجب أن يتم التعامل معها خصوصا أنها تتجاوب تماما مع التوجه الإصلاحي العام المطالب به شعبيا كان يجب أن يجري التعامل معها السؤال لماذا لم يتم التعامل معها؟ لماذا لم يتم التعامل معها؟ لأنها لا تتناسب يعني تنفيذها لا يتناسب والمصالح التي يعني يحافظ عليها البيروقراط الأردني في مواقعي لا 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 أنا لا أقول هذا لا أقول هذا وليست لدي أي نصائح بهذا الشيء لكن أقول أنه يجب أن تتحول مثل هذه التوجهات الانفتاحية والتوجهات الإصلاحية يجب أن تتحول إلى برنامج وخطة عمل هون الفارق يعني بين ما قدم وبين ما جرى تجاهل تنفيذه أن يتحول هذا إلى خطة عمل لماذا لم تتحول إلى خطة عمل؟ هذا هو السؤال مش من المسؤول يعني مش بالضرورة من المسؤول يكون هو هذا السؤال الذي يلبي ما هو ما لم تنفذه بالضرورة يعني هي بتكون لديها خطة أخرى كان يجب أن تخضع للتنفيذ تحديدا ما يتعلق بالإصلاح المالي والإداري تحديدا إصلاح الإدارة العامة كيف تدار يدار الشأن العام جدا مهم جدا مهم هذا كيف يدار الشأن العام بطريقة تفضي إلى إصلاح يعني هذه البيرقراطية الفضيعة في الأجهزة الدولة ومؤسساتها ولخدمة الناس طبعا لخدمة وتسهيل أمور الناس وأمور المجتمع برلمان أعتقد أنه أخطأ في إقراره هذه الموازنة دون تعديل وكنا نتوقع من اللجنة المالية تحديدا أن تقدم مقترحات من روح التوصيات والمقترحات التي قدمتها المؤسسات الحزبية والمدنية الأخرى كان هناك اجتماعات مراثونية لابد أنت على طلاع فيها وقدمت مذكرات وأوراق ومقترحات الأحزاب السياسية نحن مجموعة أحزاب باتلاف الأحزاب القومية واليسارية قدمنا مذكرة طويلة عريضة وقدمناها لكل عضايا البرلمان بشقيه النواب والأعين ولكن شيئا من هذا لم يأخذ به وأقرت الموازنة بالضبط كما جاءت من عند الحكومة أنا لا أقف عند هذه النقطة لا أقف عند هذه النقطة بقدر ما أتوقف عند المضمون المضمون كان يعني هو فيه مشكلة وهذه المشكلة المشكلة مالية ومشكلة اقتصادية في البلد فيه مشكلة مزدوجة مركبة صاحب القرار يعرف أن هذه هي المشكلة وبالتالي الخروج السريع من هذه المشكلة بالاعتماد على جيوب المواطنين هذه ما بتحل مشكلة البلد هي بتزيد احتقانات داخل البلد وبتأدي ربما إلى انفجارات اجتماعية وغيرها كما نشهد الآن في عدد من البلدان العربية وكما شهدنا في الأردن نفسه عوام 2011-2012 ولم تتوقف على كل حال لكن في 1989 علينا أن لا ننسى ما الذي جرى عام 1989 أيضا كان على خلفية أوضاع معيشية سوء التراجع في أوضاع معيشية بردو نفس الشيء إذن يعني كان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الدروس التي يفترض لصاحب القرار تحديدا التشريعي أن يستخلصها من كل هذه المسيرة التاريخية في البلاد وأنا لا أقول أنه نعمل انقلاب على الموازنة لا أقول هذا بس إحنا طالبنا بأن يكون هناك تعديلات وإصلاحات في الموازنة من شأنها أن تقدم للإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي في البلاد وبدليل خطورة ما أقره النوى هي حزمة القرارات الرهيبة التي الحكومة جاءت بها منذ بضعة أيام بحيث أنها تمس يعني عشرات المواد الاستهلاكية في مشكلة كبيرة في الوقت اللي فيه رواتب الموظفين قليلة جدا وكما هي هاي من شأنها أنه تزيد يعني حجم الغضب الداخلي من شأنها أنها تزيد يعني حالة ما أسميه أنا التآكل اجتماعي داخلي تآكل بأي معنى يعني ربما لا تخرج مظاهرات عارمة ربما مش بالضرورة مش بالضرورة يكون هناك انفجارات اجتماعية بالطريقة الكلاسيكية المعروفة في مثل هذه الظروف والأسباب المعروفة لكن المجتمع سيزداد خرابا في وضع الداخل ظواهر فساد مستشفى جريمة الاعتداء على المال العام سرقات مخدرات عم نسمع في مصانع عم تعمل مخدرات مصانع فيه مصانع وهكذا فيه هذا بقصد فيه المجتمع يتآكل من الداخل بسبب هذه الغلاء بتزيد ظواهر الفساد بالضرورة بالضرورة لانه ما فيه حلول يعني ما فيه حل ما فيه افق زياد طبعا حجم البطالة للشباب انا عم بطلع على الشباب حجم البطالة عند الشباب وهكذا وهذا كله مش لصالح تماسك المجتمع داخليا انا اقول انه في مثل هذه الظروف الصعبة جدا جدا على الاردن كان من المطلوب ان يتكاتف الجميع من اجل صياغة الموازنة ويتحمل الجميع تبعات الغلاء وتبعات الارتفاع وتبعات الشد الاحزم على البطون وليس الفقراء والفئة المتوسطة فقط لانه الان من يتحمل هذه التبعات في ضوء الموازنة وفي ضوء القرارات الاخيرة هي الفئات المتوسطة والفقيرة طيب ولماذا لا تتحمل الفئات رأس ماليين الكبار مثلا والاغنياء والذين يتهربون من الضريبة والذين يمارسون الفساد ويعتدون على المال العام والاخري لماذا لا يتحملون هذه المسؤولية جنبا الى جنب مع الفئات الاخرى بس هذا ما نقوله هذا ما نقوله الان ترفع ضريبة المبيعات يعني في رفع ضريبة المبيعات على اكثر من سلعة ويفجع المواطن الاردني الى ما بيروح على الدكانة او بركب وسيلة مواصلات ويشوف قدامه مثل هذا الواقع المتغير هذا كله يعني اعتقد انه يتحمل مسؤوليته بشكل اساسي يعني القرار الذي اتخذه البرلمان في اقرار هذه الموازنة وعدم تصحيحه وطبعا السلطة التنفيذية نحن طالبنا ونطالب بالتراجع عن يعني نعم تراجع عن رفع الاسعار والمد اليد الى جيب المواطن ليس هو الوسيل الوحيدة من اجل حل هذه المشاكل وانا متأكدة ان المجتمع الاردني مجتمع طيب يحب بلده ويمكن حتى فقراءه ان يتحملوا اجراءات التقشف فيما لو كانت هذه الاجراءات تسري على الجميع ويتحمل مسؤوليتها الجميع وليس فقط فئة دون غيرها عندما يرى الناس ان هناك مكافحة جدية للفساد وتصدي للاعتداء على المال العام مي وكهرباء والى اخرى وتقليص النفقات الجارية يعني تخصيص معظم النفقات من اجل ان تكون رأسمالية من اجل يعني نفقات انتاجية يعني تصهم في بناء حالة انتاجية في البلد تشغيلية للشباب والاخرية فرص عمل والاخرية العناية بالزراعة والصناعة والسياحة البلد بلد خير جدا وفي كثير من الثروات مش صحيح انه فقير مش صحيح مليء بالثروات ثروات زراعية ثروات تحت الارض ثروات بشرية مليء بالثروات المهم كيف تدار هذه الثروات كيف تدار بصورة يستفيد منها الجميع ويعني يستفيد منها الجميع تماما ودائما انا انضبط لما هو موجود في الدستور الاردني يعني وليس لبرنامج احد وانما لما هو موجود في الدستور الاردني حيث المواطنون امام القانون سواء والمواطنون امام القانون سواء هذه ترجمتها يعني ان يستفيد الناس وتكون امامهم الفرص بصورة متوساوية على قواعد المساواة والعدالة الاجتماعية مئة بالمئة وقدمت كثير من المقترحات من جانب متخصصين اقتصاديين ومن جانب مؤسسات اقتصادية بما فيها مركز الدراسات الاستراتيجية مثلا انا اذكر في الجامعة الاردنية مراكز دراسات اخرى الاحزاب السياسية خبراء اقتصاديين كلهم قدموا حلول وليس فقط تشخيص للوضع القائم لانه الاردن في وضع لم يمر به من قبل ابدا يعني على صعيد العربي وعلى صعيد الدولة والى اخره في هناك الاردن محاصر الاردن محاصر وهو بحاجة لخطة استراتيجية اخرى تماما غير هذه التي تنفذ من اجل الخروج من هذا الحصار قالوا كلمتهم ولكن ربما يعني موازين القوى داخل البلد ليست في وضع ان تكون هذه هذا الاحتجاجات قادرة على تغيير القرار اليوم مثلا انا ساخرج من عندكم الى حراك ضد الغلاد عند الدوار الرابع مثلا يعني منظمته الاحزاب اليسارية والقومية وفي هناك تحركات اخرى و انا اجزم لك بان كل النقبات احتجت على هذا الموضوع اما من خلال الحوار المباشر مع الحكومة او من خلال يعني مشاركتها في التحركات التي وقعت في الشارع لكن يعني الاستجابة تكاد تكون معدومة وسواء الناس لهذا السبب اقول سواء الناس خرجت ام لم تخرج للشارع في هناك يعني طريقة لم تتغير لدى صاحب القرار في التعامل مع متطلبات الناس وهي الالتفاف عليها او ادارة الظاهر اليها لا يتم الاستجابة لها هذا يعني اعتقد انه نتائجه مضرة مش فقط على المواطن المحتاج مباشرة وانما نتائجه بالضر تماسك العام يعني داخل المجتمع الوردني وهذا يتم على كل حال تنبيه له الحديثي يوميا انا اقرأ يوميا في المقالات في الصحف الرسمية تتحدث عن هذا الموضوع بما فيها اليوم لكن لا احد يستجيب وهكذا البلدوزر ماشي البلدوزر الحكومي ماشي كما يريد والشعب كله خلفه هذا القرار اولا الجميع يجمع على خطورته ولانه يشكل مقدمة مشؤومة من اجل تصفية القضية الوطنية الفلسطينية ومن اجل الهيمنة على القرار العربي في الدول العربية وفي المنطقة العربية ككل لانه هو الادارة الامريكية ولا احب دائما ان اتحدث عن الرئيس اقول هذا قرار ادارة امريكية الادارة الامريكية عندما اقرت هذا وصدر على لسان الرئيس فهي تدرك جيدا ان مثل هذا القرار سيكون له تأثير بالغ على المسار العام للقضية الوطنية الفلسطينية بمعنى جرى اخراج موضوع القدس من دائرة المفاوضات وبعد شهر ونصف من هذا التاريخ يجرى الان على تصفية قضية اللاجئين من اجل اخراج قضية اللاجئين من دائرة المفاوضات هذه قضايا وطنية وقومية رئيسية في القضية الوطنية الفلسطينية هذه قواعد القضية الوطنية الفلسطينية والقضية الثالثة الارض حيث تعتبر الادارة الامريكية ان الاستيطان ليس عائقا امام امام السلام حسب تعبيرهم امام السلام اذا الارض مصادرة الارض للمستوطنات او للمستعمرات هذا لاحظ كله جاء بعد قرار القدس ثم تصفية محاولة تصفية وكالة غوث اللاجئين على طريق تصفية قضية اللاجئين يعني خلينا ناخد زاويتها السياسية وليس فقط من زاوية المعيشية هاي نقطة والمسألة الكبيرة المتعلقة بالقدس فالموضوع كله يستهدف فرض حل وهذا الحل بوفق التصور الامريكي الاسرائيلي فقط فقط هذا الحل يستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية ويعني ادارة الظهر تماما للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني حقه في اقامة دولته المستقلة على تراب وطنه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتقرير مصيره بنفسه هذه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ثم فرض هيمنة على القرار العربي ولهذا السبب دائما يتحدث عن الادارة الامريكية تتحدث عن صفقة القرن ما هي صفقة القرن؟ صفقة القرن هي هكذا تريد الادارة الامريكية أن تصفي القضية الوطنية الفلسطينية أو تصفي الصراع العربي الصهيوني على قاعدة شطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والانحياز الكامل لمصالح العدو وبالتالي الهيمنة على أيضا القرار العربي التحكم بالثروات العربية التحكم بالقرار العربي الوطني والقومي إلى آخره فالموضوع لا يتعلق فقط الآن لم يعد مقتصرا على القضية الوطنية الفلسطينية صحيح أنه تضررا ستكون القضية الوطنية الفلسطينية ولكنها ستطال كل القضايا العربية على الإطلاق قضية اللاجئين متشابكة مع الدول العربية كلهم قضية القدس أيضا مكانتها عربيا وإسلاميا قضية كبيرة قضية الأرض إذا ما بقي هذا العدو العنصري على أرض فلسطين فهذا يسبب كارثة مثل ما سبب سابقا سيستمر في أن يسبب كارثة لكل الدول العربية ويسبب تهديدا لسيادة ومصالح كل الدول العربية تحديدا الدول المحيطة وطبعا بالتأكيد في مقدمتها الأردن في مقدمتها الأردن لهذا سبب نحن ضد هذا القرار وضد هذه القرارات المتتالية التي أعقبت قرار القدس لأن كلها يعني تقع حلقات في سلسلة واحدة اسمها تصفية القضية الوطنية الفلسطينية تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتصفية القضايا العربية يريدون من كل الدول العربية أن تأتي يعني بعد أن فرضوا أمر واقع في القدس واللاجئين ومستوطنات يريدون من الدول العربية كلها أن تأتي طائعة إلى طاولة المفاوضات ما يسمى بالمفاوضات على طاولة الإذعان اسمها مش مفاوضات من أجل أن يوقعوا على هذه الوقاعة فقط من أجل أن يوقعوا من أجل أن يتحملهم مسؤولية هذه الوقاعة يعني يريدون تصفية القضية الوطنية الفلسطينية بأياد عربي يريدون هكذا أنا لا أقول أن هذا سيقع ليس بالضرورة ولكن مخاطر هذا الموضوع قائمة ولهذا السبب مقاومة يعني كل واحد من هذه العناصر التي قدمتها الإدارة الأمريكية مهم جدا 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 ما يتعلق بالقدس استمرار رفض المتواصل ومقاومة هذا القرار موضوع اللاجئين بدءا من وكالة الغوث تفكيك وكالة الغوث الآن سمعتم بارح يعني من أصل مئة وخمسة وعشرين مليون مئة وخمسة وعشرين مليون فيه ستين مليون دفعت حصة للولايات المتحدة الولايات المتحدة دفعت ستين مليون وخمسة وستين ما بدها تدفعهم طبعا هذا رح يؤثر تأثير بالغ على انخفاض تقديم المساعدات في مجالات الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين وأكثر المتأثرين منها رح يكونوا تأثر بالغ يعني غزة ولبنان طبعا الأردن سيتأثر أيضا اللاجئين في الأردن كل بدي يتأثر بس يعني مش عشان العدد الأحوال يعني يعني تمانين في المئة من سكان غزة لاجئين يتلقوا مساعدات من وكالة الغول بيعيشوا عليها في ظل وجود نسبة كارثية في البطالة في ظل وجود في ششو يعني يعني الأحوال المعيشية صعبة جدا جدا في كل الأحوال نعم الأحوال المعيشية هذا حق وواجب على الأمم المتحدة مش مني من أحد هم الذين أخرجوهم من وطنهم وديارهم ولما شكلوا وكالة الغول سنة 49 منصوصة عليه في وكالة الغول أنه تقديم المساعدات إلى أن يعودوا إلى وطنهم وديارهم فلذلك يعني هذا مش مني منهم مش مني من أحد بل هو التزام دولي وأخلاقي إلى أن يعود لكن هم مفروض مهم ماذا السؤال مفروض المنظمة الدولية تحاسبهم هيئة الممتحدة تحاسبهم لأنه نعم لأنه نعم لا هي موازين القوى داخل هيئة الممتحدة بسبب الهيمن الأمريكية يعني مش عملها عم تبطل عم تبطل عم تبطل عم تبطل نعم إمكانية الضغط على الولايات المتحدة لهذا السبب فعم يصير في تقليص تقليص الخدمات تقليص خدمات كمان كارثة بالنسبة لها يعني مثلا أنهو في الأردن في الأردن أنهو الخدمات مئة موظف مئة موظف يعني مئة عائلة يعني أضربهم بمعدل خمسة هي خمسمائة شخص وهكذا فما بالك لما يصير في بكرة يتكرر هذا في لبنان وفي غزة وفي اللي بتسميها وكادة الغرف مناطق العمليات في الضفة الغربية مناطق العمليات الخمس يعني طبعا في سوريا كمان بعرف شو صار فيهم اللاجئين يعني هذا أصلا المس في يعني مسألة مسألة الجميع يقف في مواجهتها لماذا؟ لأن المس فيها يستهدف إعادتنا إلى المربع الأول حيث يكون السلطات الإسرائيلية هي المسؤولة عنها يعني هذا هو هذا هو الموضوع لذلك يعني هذا موضوع الوصاية ولاحظي أنه الإسرائيليين لا يحترموا أحد لأنه هذا منصوص عليه في معاهدة وادي عربة التي لا نتفق معها نحن نحن ضدها لكن منصوص عليه في المعاهدة يعني موضوع الوصاية الأردنية على الدينية على الأماكن المقدسة طب في معاهدة يعني يعني وين وين هذا مش انحياز لأحد يعني لذلك نعم هذا يشكل أيضا خطر على يعني هذه الأماكن المقدسة من الزاويتين يعني الدينية والسياسية موقفهم الرسمي كما توضح يعني كما هو واضح في الأمم المتحدة وإلى آخره موقف رافض لقرار المتعلق بالقدس الرسمي المعلن لكن علينا أن ندقق جيدا في سياسات الدول العربية في الخطوات اللاحقة هل هذا الرفض التصويت هل له ترجمة جدية؟ هذا ترجمة يمكن أن تكون أكثر وضوحا في يعني المواقف المتتالية ونحن يعني نحاسب الناس على مواقفها المعلنة وليس على نوايا في الحالة العربية الجميع يدرك أنه الأوضاع العربية الآن ليست هي ما كان عليه الأمر قبل 2010 ولذلك نحن بحاجة إلى استراتيجية جديدة لمواجهة كل هذه التحديات التي يعني نشأت وهي تحديات شديدة الخطورة أقول في هذا المجال ليس بالضرورة أن تكون أشكال المقاومة التي كانت سابقا تعيد نفسها مرة أخرى في ظل الظروف الراهنة ليس بالضرورة هناك وسائل عديد للمقاومة في جبهات قانونية مثلا نفتح الجبهة القانونية على الاحتلاف مثلا المحكمة الجنايات الدولية وإلى آخره مثلا يمكن أن تكون هناك عديد من الأشكال المقاومة العربية الفلسطينية والعربية التي تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الظروف المستجدة وكل الشعوب مرت بظروف قاسي جدا وصعبة جدا مثل هذه الظروف ربما وأقسى منها وبالتالي نحن واجبنا أن نستخلص الأليات التي تتناسب وتأخذ بعين الاعتبار مثل هذه المستجدات في الأوضاع شوفي هذه قضية متحركة ربما يكون هناك حالة صعود حالة هبوط قضية متحركة جدا موضوع القدس ليس موضوع صغير ولا يمكن أن يهدأ الموقف حيال قضية كبرى مثل قضية القدس حتى وإن هدأ التحرك في الشارع لا يمكن كذلك قضية اللاجئين قضية اللاجئين قضية كبرى من القضايا الوطنية الفلسطينية وكذلك قضية الأرض مصادرة الأرض هذه القضايا لا يمكن أن تهدأ الأحوال تجاهها قضية القدس لماذا نذكرها دائما وحضرتك تركزت عليها؟ لأنه إلها بعد عربي وإسلامي يعني بمعنى إلها مكانة تاريخية ودينية وروحية وإضافة لمكانتها السياسية وهذا شيء طبيعي أن تحظى بكل هذا الاهتمام الدولي الكبير ولهذا السبب أقول أنه لا نتهدأ يعني صحيح تحركات في حالة صعود وهبوط لكن لا يمكن أن يهدأ الموقف حيال منضوع القدس ترجمة نانسي قنقر